موسيقى دور المجتمع بصفة عامره في منهزة العنصرية في تولس يرجع طويل حتى في قرار الغاء العبودية 1840 المجتمع لعب بدول مش المجتمع المدني بالمعنى الحديث العسري المجتمع يعني رجال الدين المصلحيين الانفتاح على حركة الغاء العبودية في العالم ما كانش فقط قرار فوقي من المجتمع من البي على مجتمع ميت بقتم معنى كريمة المجتمع انخرط ولو تدريجيا ببطء في العملية هذي بيصير في الفترة الكاملة متاع الاستبداد ما كانش فهم أي دور المجتمع المدني في المطلب لي لعب أي دور وخاصة في قادرة الأقليات الدولة البرجيبية والدولة الاستبداد منعت الأقليات تعبرة عن نفسها الأمازيغ ولا السود في تولس ما كانش عندهم حتى دور بعد الثورة المجتمع البدني عاش طفرة طفرة مهمة في تعبير على دوره بما فيهم تعبير على دوره ضد العنصرية سواء كان ضد العنصرية يتعلق بالسود التوازع ولا ضد العنصرية يتعلق بالمهاجرين جنوب الصحراء وصار تقاطع كبير في المستوى هذا بين أنه بالفعل المجتمع المدني خرج هاللامرئيين هذوما المقصيين المبعدين من دائرة عدم الاعتراف من دائرة عدم الاقرار بحقوقهم إلى دائرة الجدل حول حقوقهم والعب المجتمع المدني دور في التعريف في قانون منهزة العنصرية 2018 العب دور خلينا نقوله في جعل هناك ثورة داخل الثورة يعني ثورة على المنظومة الاستبداد وفهم ثورة في داخل الثورة على الذهنية العنصرية في المجتمع توجه السود التوازع وعلى الاستبداد اللي يحاول يغيب الأقليات بصفة عامة بما فيها الأقليات السوداء الانفلات العنصري فهم ما يمكن اعتباره انفلات عفوي يعني ردود الفعل التوازع توجه سود البشرة موجود حتى في اللغة توجهها التوازع وفهم ناس تطبعت معها وتعتبروا عادي عديد الكلمات المستخدمة عند التوازع فيها شحنة عنصرية مسيئة ومؤلمة لسود البشرة وفي علاقة بجنوب الصهراء فهم انفلات عنصري عبر عليه الحزب القومي في اقتنوقات بحملة عنصرية كبيرة وحاولي نظر الاهدايا ثم صار انفلات عنصري في الخطاب لبعض المخب وفي كذلك بعض المبارسات في التعنيف وصلنا حتى الى قتل كوليبالي اللي كان منعرج كبير ياسر الرئيس الجالية الإيفورية وابدينا نعيش في حالة من ملاحقة الأفارقة بيأتم معنا الكلمة في العمل في السكن حتى في وسائل النقل الى ان اصبح هناك انفلات عنصرية الدولة مسؤولة عليهم معناها في الخطاب الرسمي العنصرية موجودة في المجتمع كما تحدثنا عليها وفيما تيار عنصري كما قلنا عنصرية تسمى بين ثفرين تلقائية والعفوية وعنصرية القوانين وعنصرية التشريعات الى اخيره وموجودة معناها في عديد المجتمعات وفي عديد البلدان في تونس ما كانش فيما وقتلي كان فيما عدد قليل من الاطارات اللي تخدم في تونس في البنك الافريقي للتنمية واستقرروا في بعض الاحياء الراقية ما كانش فيما مشكل كبير انت عنصرية كان فيما مشكل في بعض الأوقات لغوي الى اخير لكن باعتبارهم مترفيين ومندمجين في المجتمع وعندهم وجور ومستقرين وعددهم قليل شفنا مظاهر عنصرية لكن ما كانتش بالخطورة اللي شفناها في السنوات الاخيرة اولا لانه عدد المهاجين ارتفع ثاني انهم فقراء ثاني انهم شباب ونساء واطفال وعائلات ويقتنوا في الاحياء الشعبية فهناك التحول صار في خطاب السلطة السياسية تقاطعا مع الخطاب العنصري في اطار مستمرار خطاب فكرة المؤامرة ومؤامرة على الوطن ومؤامرة على الهوية ومؤامرة على الحدود فوقع تغذية هالخطاب هذي التآموري اللي هو موجود في الخطاب الرسمي لأعلى هرم السلطة في مجال العنصرية وفي مجال المهاجرية الخطاب هذي كان خطاب فارق معناها صدمت الناس معناها صدمت النخب صدمت العالم صدمت الأفارقة الأفارقة يعني نخب الأفريقية صدمت رؤساء دول صدمة حقية للخطاب هذيك وخاصة ما جاء فيه من مضامين وما جاء فيه من شحنة معناها مسيئة جدا للأفارقة ومع الأسف الشديد خطاب هذي تقاطعا مع رأي عام موجود وأصبح هناك نوع من التقاطع ونوع من التقارب بين خطاب عنصري رسمي يتناغم عنصرية موجودة في المجتمع فأصبحت هناك رافض جديد للشعبوية في تونس مرتبط بمحاربة الأفارقة بعد إيمانهم خطر على الوطن وخطر على الاقتصاد وخطر على الأمن وخطر حتى على الصحرة وصلنا تحدثوا على خطة حطرة على صحة التوينز معناها في منتهى العنصرية في النظريات العنصرية في النظريات تدرس العنصرية العنصرية المنتجهة للنساء السودوات وللمهاجرات أكثر من العنصرية لتضطهد الرجال لأن المرأة السوداء تونسية ولا مهاجرة مضطهدة مرتين مضطهدة لأنها مرأة بالمجتمع الذكوري بالوصم بالنظر الاحتقارية بالشحنة الموجودة الجنسية لتنظر إلى جسدها إلى آخره فالرجل مضطهد لأنه أسود اللون من حياة العنصرية والمرأة مضطهدة لأنها سوداء ولأنها مرأة قد تضعف عليها لأنها سوداء ومرأة وفقيرة يعني تضعف عليها هذه النظريات التقاطعية أصبح تتحدث عن تقاطع عناصر عديدة في نفس الشخص فيكون ضحية اضطهاد أو ضحية وصم أو ضحية عنصرية مضاعفة دوميناسيا معتها هيمنة مضاعفة ما هيش فقط هيمنة مرتبطة بموقع طبقي مرتبطة بموقع طبقي بلونه بجنسه وهذا بجنسيته أحياناً دينه أحياناً فهذا يكون موجود أكثر في النساء السودوات وهذا شفناه حتى من خلال بعض التصريحات التي عند التواسع ولا عند المهاجرات الأفريقيات اللي تعرضوا في الشارع إلى وصم من هذا النوع ومعناها أشياء مهينة التعكس بالفعل اللي المرأة السوداء عندها وصم يضاعف إحساسها بالنظرة الدونية في المجتمع من الرجل اللي هو كيف كيف يخضع إلى عنصرية من هون شنون كروه اللي عندي ثقة في المجتمع المدني بصفة عامة عنده القدرة المجتمع المدني التونسي بعد الثورة خاصة بالإمكانية التي أعطاها منشور الثمانية وثمانين بحالة الحرية بالطفرة الموجودة في المجتمع المدني بالجيل الشبابي في المجتمع المدني وفي العنصرية نعتقد عنده قدرة من جهتي عنده قدرة أولا على الأقل على المستوى إنتاج معرفة بهذه الظاهرة معرفة علمية سوسيولوجية إعلامية اتصالية أرقام معطيات إلى خير وعنده كذلك دور وعنده قدرة أنه يتعامل مع الظاهرة هذه من منطلق إنساني يجعل قيم الإخاء قيم المحبة قيم العناية أخلاق العناية التي تكد يكار من النسوة الإحساس بألم الآخرين إحساس بمعاناة للآخرين هذا مدرسة المجتمع المدني قاعدة تكرس فيه تقول لي هل المجتمع المدني قادر على قلب موازين القوى عدديا في المجتمع بصفة عامة بطبيعة حال هذا ليس سهل وحتى البودان الديمقراطية والبودان التي تدعي أنها ديمقراطية على مستوى القيم وليس على مستوى فقط لإجراءات وللحياة متاحة للديمقراطية الهؤسستية العصرية فيها راجعة توجه السود ولا توجه المسلمين ولا توجه الأجانب ولا توجه العرب في عديد البلدان إذن نخص كلامي وقود المجتمع المدني تونسي رسخ القدم ممتاعه في مستوى إنتاج معرفة ومعلومة بحقوق المهاجرين وبلادوية كبيرة يعمل فيها وثاني حاجر بط جسور محبة وإخاء مع المهاجرين وتقاطعة مع قيم كونية يظهر لي حتى وكان هي أقلية حتى وكان إحنا في صورة سيزيف نطلعوا السخرة تعاود ترجع نعاودوا نهبطو نعاودوا نطلعوا نعاودوا نطلعوا هذا كده ترجمة نانسي قنقر